لا يزال ملف استرادة السيارات يصنع الحدث في الجزائر إذ يترقب الجزائريون بداية العمل بأولى الإجراءات التي ستسمح لهم باقتناء سيارات جديدة بأسعار مناسبة في هذا الصدد كشف موقع بوست نيوز أن سيارة كيوكي لعلامة شيري مرشحة للعودة إلى السوق الجزائري بأسعار مغرية وأفاد المصدر ذاته أن السعر المحتمل لسيارة كيوكيو سيقارب 83 مليون سنتيم بعد أن بلغ سعرها 190 مليون سنتيم خلال السنوات الأخيرة التي توقف فيها استرادة السيارات ومن المرتقب أن تكون السيارة متوسطة النوعية منافسا قويا للمركات الأخرى باعتبارها تناسب الطبق المتوسط من ناحية الأسعار ومن المحتمل أن تتوفر السيارة بصيغة الدفع بالتقسيط على مستوى البنوك الجزائرية التي باتت تتحرك لتوفر للمواطنين مركبات بصيغة الدفع بالتقسيط سلام